السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلطان العبد من ابتكار أبل أطلقت آيباد جديد بسعر منخفض لتحقيق مبيعات عالية نستعرض لكم آيباد الجيل الثامن التصميم الجهاز يأتي بنفس تصميم الجيل السابق آيباد الجيل السابع الذي حقق مبيعات قوية جدا ومن المتوقع أن الجيل الثامن أيضا يحقق نتائج قوية بفضل سعره المنخفض هيكل الجهاز من الألمنيوم والبصمة نفسه الموجودة في الجيل السابق ويدعم منفذ السماعات 3.5 ويو اس بي سي ويدعم مكبرات صوت استيريو الشاشة تأتي بحواف كبيرة بمقاس 10.2 إنش من نوع ريتنا IPS LCD بدقة 2160 في 1620 السطوع عالي والشاشة جيدة نفسه الموجودة أيضا بالجيل السابق الجهاز مزود بحدث نظام تشغيل آيباد أو اس 14 يقدم مميزات كثيرة وتحسينات عديدة من أهم التطويرات بالجهاز إضافة معالج أفضل المعالج A12 بدقة 7 نانومتر الذي يقدم أداء أفضل من الجيل السابق بشكل كبير جدا الجهاز يأتي بسعة 32 جيجا و 128 جيجا ولا ينصح أبدا باختيار سعة 32 جيجا والنسختين برام 3 جيجا بايت الكاميرا الخلفية بدقة 8 ميجابيكسل فتحة عدسة 2.2 والكاميرا الأمامية بدقة 1.2 ميجابيكسل فتحة عدسة 2.4 هذه الكاميرات جيدة نوعا ما الكاميرات أيضا نفس الموجودة بالجيل السابق يدعم الجهاز قلم أبل الضوئي والكيبورد ولكن يتم بيعهم بشكل منفصل البطارية تصمد حتى 10 ساعات من الاستخدام المستمر وهذا أمر جيد جدا ولم تكشف أبل عن سعة البطارية الجهاز يأتي بثلاثة ألوان الرمادي والفضي والذهبي والسعر يبدأ من 330 دولار شكرا لمشاهدتك الحلقة لا تنسى تلعبنا باللايك ولمراجعات تقنية أكثر لا تنسى تشترك في القناة مع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر